من نحن؟ سؤال مهم جداً من نحن؟ والسؤال الثاني ماذا نريد؟ وأهمية هذا السؤال أنه متصل بما هي الفرد ذلك أن هذا السؤال كان منذ أشهر قلائل كان يسيراً والآن صار هذا السؤال عسيراً وينبغي لصاحب المنهج ألا تختلف إجابته على مر السنين وكر الأيام لا سيما إذا كانت المسائل مسائل منهجية لا تتعلق بالرأي وإنما تتصل بالمنهج فأمور المنهج الذي ورثناها عن أئمتنا وعلمائنا عليهم جميعاً رحمة الله تعالى من أول النبي محمد عليه الصلاة والسلام إلى الصحابة الأجلة إلى التابعين إلى الأئمة المعاصرين مروراً مروراً بالسابقين من تلامذة الأئمة والمشايخ الأعلام نجد أن المنهج السلفي هو المنهج المرتضى وهذا المنهج لم يوكل لآراء الرجال كي يزيد فيه وينقص منه بل هو مشيد ثابت الأركان دعائمه مشيدة وبنيانه قائمة والمطلوب أن تجتهد في إقامته وأن تجتهد في نشره أما أصل هذا المنهج وأما أساسيات هذا المنهج وأما أوليات هذا المنهج فلا يتصور أن تعدل أو أن تبدل لو طلعتم كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله وهذا الكلام لمحه باقتدار ولطف وقوة شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب وجعل منه التصور الذي ينبغي أن يسار عليه وتجد هذا أيضا عند شيخ الإسلام ابن القيم يبن هذا الكلام أساسه عند شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وعبر عنه ابن عبد الوهاب بغضوح أكثر وأشار إليه غير واحد من المتقدمين واللاحقين أن أصول المنهج السلفي العلم والعمل والدعوة والدعوة والصبر ويمكن أن يزاد شيء آخر نفع المسلمين إذن هذه أصول عامة ينبغي أن يحرص عليها الناس العلم والعمل والدعوة والصبر ونفع المسلمين وليس من أصول هذا المنهج الحزب أو العملية السياسية الباهتة التي لا تغني ولا تسمن من جوة فإن العمل لنصرة دين الله عز وجل إما أن يكون بالعلم والحجة والبرهان وإما أن يكون بالسيف والقوة والسنان هذان طريقان لا ينصر دين الله تعالى إلا بهما لا ينصر دين الله تعالى إلا بالسلطان إما سلطان الحجة والبيان وإما سلطان السيف والسنان أما أن ينصر دين الله تعالى بالتحالفات الحزبية والأعمال السياسية فهذا من ألعيب الشيطان التي ربما يدخل بها إلى بعض الأفاضل بارك الله تعالى فيه وهذا الكلام قاله أيضا الإمام العلامة الشنقيطي عليه رحمة الله وذكرته في درسي الذي قلته لحضراتكم قبل السفر الدرس الطويل اللي هو الواقع المر إذا لا يتصور أن ينتصر دين الله تعالى عن طريق تحالفات مع العلمنيين أو أن يدخل النصارى بين صفوفنا أو أن ندخل النساء بين بنيات أعمالنا ونقول لا بأس من ذلك الأمر لأنه مصلحة ولأنه أمر يدفع به مفسدة أعظم إلى غير ذلك هذا كلام عجيب جدا إن إخواننا الأفاضل الذين وسعوا من أمر المصلحة والمفسدة يمكن أن أفتي بجوازي تقبيل قدم الأنبى شنودة من باب المصلحة والمفسدة يمكن لو قلت لك قبل قدم شنودة لن تفضت ولا ارتعشت ولا قلت هذا لا ينبغي ولا يجوز ودمي دون ذلك إذفك دمي ولا أفعل ذلك لكن يمكن أن أؤصل لك بهذه القاعدة التي دخلت مجال ما يسمى بالسياسة الشرعية وحاش لله أن تدخلها هذه القاعدة بهذه الصورة يمكن أن أؤصل لك هذا الأمر وما التأصيل نعم تقبيل قدم شنودة الذي يحمل الصليب ويلبس الصليب ويعبد الصليب ويدعي للصليب تقبيل قدمه مفسدا لكن إذا لم قبل قدمه اتهمت بالتعصب والإرهاب وتطرف وعدم فهم الممارسات الديمقراطية وأيضا أحادية الفهم وعدم قبول الآخر وعدم حرية الرأي إلى غير ذلك مما يترتب عليه إفساد الممارسة الديمقراطية التي حزبون أحد أركانها الآن بعض الأفاضل يقولون لا بأس بالديمقراطية الآن سبحان ربي الآن وهذا الكلام لم أسمعه مثلا من واسطة ولكن هذا كلام عالي الإسناد عالي الإسناد الديمقراطية التي كنا نحاربها بالأمس صرنا اليوم نقبلها ونقول إننا نقبل الديمقراطية لأننا فرغنا الديمقراطية من أهم خصائصها هذا الشريف النبيل الذي قال ذلك قال إن أهم خصيصة من خصائص الديمقراطية أن يحكم الشعب بالشعب ولكن سنقول بأن الحكم سيكون لله إذن نحن نقبل الديمقراطية كشكل ولكن فرغنا مضمون الديمقراطية من جوهره طبعا هذا كلام عند التدقيق كلام غير صحيح غير صحيح ومناقشته تطول لأن الديمقراطية ليس جوهرها في مسألة الحكم فقط أبدا ولكن الديمقراطية جوهرها أن تقبل الغير أن تقبل الغير دي أصل الديمقراطية أن تقبل النصراني وأن تقبل اليهودي وأن تقبل الملحد وأن تقبل الوثني دي أصل الديمقراطية دي أصل الديمقراطية أن يكون هناك التعايش السلمي بين الناس جميعا دي أصل الديمقراطية فأصل الديمقراطية كمعنى إنسان هذا هو لكن أصل الديمقراطية في باب الحكم ما قالوه فجوهر الديمقراطية المساواة الحرية العدل دي أصل الديمقراطية وهي أصول المسونية التي قامت عليها الثورة الفرنسية الكبرى إذن نحن الآن نعيش فترة اغتراب شديدة فترة اغتراب شديدة ولذلك صار من الضروري أن تجيب عن هذا السؤال من أنت وماذا تريد هذا مسألة مهمة الآن كل إنسان لابد أن يحدد إجابته في هذه القضية أرجع إلى التأصيل الأصولي لمسألة قدم شنودة عليه من الله تعالى ما يستحق قلت بأن تقبيل قدم شنودة مفسدة ومفسدتها مفسدة خاصة بك أنت لكن عدم تقبيل قدم شنودة مفسدة ومفسدتها متعلقة بالحزب وبالجماعة طيب إذا تعرضت المفسدتان نعمل إيه؟ تقدم المفسدة الذاتية على المفسدة العامة وتقدم المفسدة الأخف على المفسدة الأعظم يما نعمل إيه بهذا التأصيل نعمل إيه؟ نعمل إيه؟ نقبل رجل شنود تصور هذا الأمر إذن نحن بالتأصيل العلمي يمكن أن ندعو الإخوة الكرام أن يقبلوا قدم شنودة دفعاً للمفسدة الأعظم إن لله وإن إليه راجعون ولذلك يعجبني اجتهادات ابن حزم في بعض المسائف ابن حزم ليس له وسط إما أن يكون رأيه سامقاً وإما أن يكون رأيه سافلاً ما فيش وسط بين الاثنين إذا تأيد رأيه بالدليل الصحيح الصريح على رأيه وإن جانبه الدليل واتبع بنيات العقل ذهلاً عن الصراط وربما ذهب بعيداً فمن اجتهادات ابن حزم في المسائد العقلية التي هي بعيدة عن الدليل الشرعي اجتهاده فيما يسمى بالبرهان العقلي قال إن البرهان العقلي الذي وضعه أرسطو ينبغي ألا نقبله نحن المسلمين وما لنعمل إيه؟ قال لابد أن نضبط هذا البرهان يعني البرهان ذات نفسه لابد من ضبط لابد من ضبط البرهان عبارة عن مقدمتين ونتيجة أرسطو بيقول إذا ضبطت هاتين المقدمتين فلابد أن تنتج نتيجة صحيحة فابن حزم أن لا ليس هذا شرطاً ليس هذا شرطاً يمكن أن نجد مقدمة صحيحة ومقدمة صحيحة وتنتج نتيجة فاسدة وسدل على ذلك بماذا؟ عندما أقول زيد أبيض زيد رجل أبيض وأقول الحجر أبيض إذن النتيجة ماذا؟ ها؟ النتيجة؟ لا لا النتيجة احذف المتشابه يديك النتيجة النتيجة زي لما أقول مثلاً سين بتساوي خمس وصاد بتساوي خمس إذن سين بتساوي خمس زي بالضبط من ثاني زيد أبيض الحجر أبيض إذن زيد حجر هذه النتيجة التي انتهى إليها أرسل طب هل هذه النتيجة صحيحة؟ غير صحيحة يبقى ليس من شرط صحة المقدمات صحة النتيجة ولذلك فرق ابن حازم بين صحة المقدمة وبين ضبط المقدمة احنا بنقول برضك في الجانب الأصولي لابد من ضبط النظر الأصولي في مسائل الواقع لابد من ضبط النظر الأصولي يعني قاعدة تزاحم المصالح والمفاسد هي قاعدة صحيحة ولكن تحتاج إلى ماذا؟ إلى ضبط تحتاج إلى ضبط ما هذا الضبط؟ ما هذا الضبط؟ ده الذي ينبغي أن يحرره الأصوليون المعنيون بتنزيل القواعد الوصولية على الواقع بالضبط مثل ماذا؟ مثل مسألة المجاز يقع أم لا يقع؟ هناك من أوقع المجاز مطلقا وهناك من نفاه مطلقا وهناك من أجازه في اللغة ولم يجزه في القرآن وهناك من أجازه في القرآن واللغة ولكن جعل له ماذا؟ ضوابط إذن نحن نحتاج إلى ضوابط لبعض القواعد التي أسيء استعملها نحن في حاجة إلى ضوابط لبعض القواعد التي أسيء استخدامها أقترح أنه من هذه الضوابط أن لا تخالف النتيجة القواعد الكلية للشريعة دي مسألة مهمة جدا ومن أعظم هذه القواعد المحافظة على المعاني العقائدية مسألة مهمة جدا المحافظة على المعاني العقائدية هو أنا لما أعلم تلامذتي وإخواني أنه لا يجوز اتخاذ اليهود والنصارى أولياء وأقرأ على مساميعهم آيات اليهود والنصارى في القرآن وأذكرهم بالآثار الواردة عن عمر وعن أبي موسى الأشعار وغير ذلك وأربيهم على ذلك الأمر ويعتقدوه ثم بين عشية وضحاها أنشئ حزبا وأجيز دخول النصارى في ذلك الحزب سبحان الله كيف يكون ذلك ثم نوهم بعض الناس أنهم نصارى في البطاءة ولكنهم في الحقيقة ليسوا نصارى يا إله يا إله دي مسألة خطيرة جدا عندنا مسائل مقننة وموضحة للعمل مثل ماذا؟ مثل سد الذرائع سد الذرائع واتباع الأصلح فأين سد الذرائع هنا؟ هل كل إنسان تقوله أن فوركس مورس جيرجس ده بس في البطاءة لكنه في الحقيقة وموحد يصوم ويصلي هل كل إنسان تقوله الكلام ده؟ وهب أنك قلت ذلك للناس جميعا وأتى إليك أيها الحبيب رجل يعبد السرصارة من دون الله واحد يعمد السرصار حري عقايا دي الله وحد يعني حد مزاجي أنا بدلي إن أنا أعمد السرصار ونحن الآن في عصر الحري ليعبد كل إنسان ما شاء أنا بعبد السرصار وهعمل قضية في القضاء الإداري الديانة عابد للسرصار وممكن يكسب القضية وتلزم وزارة الداخلية ها؟ أن هي تكتف دام خانة الديانة عابد للسرصار إيه المشهل؟ دلوقتي وزارة الداخلية ما عاجب تعمل مسلم ونصراني لا هتخلي الخانة فضية وتكتب بعد كتب الأهم لا زرق ويسأل له أنت يا ابن بتعبد من ربنا ولا بتعبد من لأ لك بعبد ربنا يعني على أي ملة مسلم؟ مسلم نصراني نصراني ملحد يكتب ملحد يبحلنا بالضاء أو تحذف هذه الخانة لا دا إله لو أنا الرجل أن يعبد السرصارة من دون الله وأراد أن يدخل حزباً أنشأه المسلمون هل يجوز المسلمين أن يطردوه من ذلك الحزب؟ بنص القانون الجاهلي الذي قبلته هذه الأحزاب وعليه أساسة حزبها لا يمكن أن يرد هذا هذا السرصور ما نرسل رده طب لفردنا أقول له لا ما أنتش داخل معنا في الحزب إيه اللي يحصل؟ الرضي روح يعمل بلاغ ضد الحزب أنه كمصر أراد أن يمارس حقه والله السياسي بأن ينضم إلى حزب فلاني ولكنهم رفضوا عضويته على طول ممكن لجنة الأحزاب تأمر بحل الحزب ومصادرة كل أملاك الحزب كمبترات والمكاتب والشؤة والفلوس وإذا كله يتم مصادرته من أجل ماذا؟ من أجل عابد للسرصار يا إلهي لماذا؟ من الذي أوصلنا إلى هذا؟ ثم بعد ذلك من الذي سنستفيده؟ هل يمكن لنا أن نتبوأ حكم البلاد وأن ننشر الشريعة في مصر وفي العالم؟ إذا صنعنا ذلك هيهات 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 لن يمكنك من ذلك لن يمكنوك من ذلك عندهم ألعيب وأفاعيل إنهم الشياطين لابد أولا إذا أردت شيئا أن تعد له قاعدة كبيرة إن قاعدة الأحزاب الموجودة الآن هي إخواننا وتلاميذنا الناس اللي تأخذوا الأحزاب هم من؟ هم الإخوة اللي شايلين العمل الحزب الآن الضيق اللي شايلين العمل الحزب الضيق هم الذين كانوا بالأمس يجلسون في المسجد ويلقونا الدروس وأسمعونا الدروس ليس هناك أفراد جدد إنهم هم هم حتى عندما أنشأوا الحزب قالوا إن الحزب بعيد عن الدعوة ثم بعد ذلك قالوا الحزب رافض من روافع الدعوة ثم بعد ذلك قالوا الدعوة هي الحزب والحزب هي الدعوة هو الدعوة سبحان الله إن القاعدة لابد أن تتسع وتسع القاعدة لابد أن يقوم على خصلتين عظيمتين النصح والإصلاح النصح والإصلاح هذا الكلام قلته منذ سنين وأقوله الآن نحن لا نريد حكما وإنما نريد إصلاح الناس وتعبيد الناس لرب الناس هذا ما نريد لا نريد أن نزاحم أهل الدنيا في دنياه وإنما نريد أن نترك لهم دنياهم ليتركوا لنا أخرانا إن حق المسلمين علينا أن نعلمهم الدين وأن نحببهم في الإسلام وأن نمسكهم بالطريق وأن نرشدهم إلى النجاة بعيداً عن مخالب الدنيا وخداعها هذا ما ينبغي أن نقوم به فالمنهج السلفي منهج يقوم على الإخلاص يقوم على التجرد يقوم على المتابعة أما هذه العمليات العصرية السياسية فهي قائمة على الأحلاف وقائمة على تقدير المصالح على تقدير المصالح وهذا التقدير يخضع للآراء والظنون قلت في بداية المسألة إن الانتخابات لن تكون في وقته لا يمكن أبداً أن تجرى الانتخابات في وقته وقلت منذ أشهر إن هؤلاء القوم قبل الانتخابات سيجتهدون في إعداد معايير ضابطة للعملية الانتخابية إيه اللي حصل في بعض المحافظات وأظن بعض الإخوة كان معي في بعض المحافظات لو أريد أن أحدد قلت لهم هذا الكلام قالوا إذا حصل هذا الكلام فإننا سنترك هذا الأمر بالكلية ونعود إلى خندق العلم والدعوة ومع ذلك فإنه مع ظهور الحق الأبلج فإنهم لم يعودوا إلى حقل العلم والدعوة بل جرفهم مسألة الحزب ونسر الله تعالى العفية